فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول نجاسة الخنزير هل لا بد من غسل نجاسة الخنزير سبع مرات كنجاسة الكلب أشهد الخنزير أن جسمي الكلب إذا كان الكلب يغسل من سبع مرات إحداها بالتراب فالخنزير من باب أولى نعم الكلب والخنزير والذئب وسائر السبع كلها تسمى كلاب نعم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله فتاوى شرح كتاب العندة في الفقه للإمام بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله مرتبة على أبواب فقهية إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة ترجمة نانسي قنقر